بعد أسبوع على اعتقاله ثلاثة أشقاء من قرية بيت لقيا جنوب غرب رمالة في ليلة واحدة أقدم الاحتلال على اعتقال والدتهم الفلسطينية المسنة والمصابة بشلل نصفي بهدف الضغط على أبنائها خلال التحقيق متجاهلين صعوبة وضعها الصحية بحركة تروي تفاصيل ليلة صعبة مرت على عائلة بدر في قرية بيت لقيا الستينية أم ثائر اعتقل جيش الاحتلال قبل أسبوعين أبنائها الثلاثة في ليلة واحدة وعاد ليعتقلها متجاهلا عجزها جراء إصابتها بشلل نصفي قبل ست سنوات ليلة باردة عاشتها أم ثائر قصد الاحتلال بذلك الضغط على أبنائها وذلك بعد عرضهم عليها وهي في حالة صعبة أثناء التحقيق معها نادع علي برة الله بقول لي جهد الحجة قال لي علي هذه الحجة بتكون مش عطينا ولا بتكون ولا بتقعد واخذوني في العرباية اخذني الولد لجب حطونا في مزرع في الهواء وأنا موت من السكة موتت العادة عبرونا على التحقيق الله بقول لي انتي عارف لا رجائي بقول لي لا قالوا ايني ولادت كلهم انا عنتو كان بس بطعوني لاشوف اولادت قلت لي اينهم الله أم ثائر تحملت في حياتها جزءا كبيرا من ويلات الاحتلال فقبل 13 عاما استشهدت حفيدتها أثناء زيارتها لوالدها داخل المعتقلات واليوم أبنائها الثلاثة رهنوا الاعتقال في وقت كانت تستعد فيه العائلة لزفاف ابنة الأسير ثائر والله اشتقتنهم ولادهم مضغر تنهم تأمر وراه أربعة ثم ولده بنت أسف وراه أربعة وهالي بنت لعوجه جيزة بنت وحده أختها استشهدت وغيب لتتجوز وغير الله ما يلاك ابوها يفرح فيها خذوني من شأن يضغطوا على ولادي في عنا عرص من شأن يذلوهم بس أنا شوتوا بلادي برفعوا الراس رفعت راسي من تلاهم الأحفاد هنا من تبقوا يد العون لأم ثائر فبدكانها الصغير هذا تعيل العائلة وتقضي ساعات يومها عجز الحاجة أم ثائر لم يشفع لها بأن تطالها يد الاعتقال من كبر الاحتلال لا لشيء بل يرضي جزءا من ساديته ويكسر عزم عائلة بأكملها من قرية بيت لك يا جنوب غرب رام الله المحتلة محمد حسين